اشتركوا في القناة المدرسة ومساعدته في دروسه اما حديثا فالبيداغوجي هي نظرية للطربية تسعى الى تمكين المدرسين من الطرق والوسائل الناجعة والتي تساعد على تيسير الفهم والادراك لدى المتعلمين وتركز البيداغوجي على العلاقة القائمة بين المدرس والمتعلم او المتعلمين فيما بينهم لهذا تستقي البيداغوجي أهم أفكارها ونظارياتها من علم النفس والاجتماع الديداكتيك مشتقة من كلمة ديداكتيكوس ويقصد به كل شيء له صلة بالتدريس والتعليم ويعتبر الديداكتيك انتدادا وتطبيقا للبيداغوجيا داخل الفصل غير انها تركز على كيفية نقل المعرفة الى المتعلمين مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مادة دراسية والمشاكل التي قد تعترض المتعلم اثناء تعلمه هناك نوعان من الديداكتيك الديداكتيك العام تسعى الى تعميم افكارها على جميع المواد الدراسية من خلال ارساء قواعد وقوانين عامة لتدريس الديداكتيك الخاص تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مادة على حدا وبنيتها وبالتالي تجعل لكل مادة طريقتها المناسبة والخاصة التي تقدم بها مواضعها لهذا نجد ديداكتيك خاص بالرياضيات واخر بالعلوم وبالتاريخ والاداب وغيرها خلاصة فالبيداغوجيا تجعل من الطفل محور اهتمامها في حين ان الديداكتيك والذي هو جزء من البيداغوجيا يركز بالاساس على المعارف ليصلكم كل جديد المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولا تبخلوا علينا بالعجاب والتعليق اسفل الفيديو ليصلكم كل جديد المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولا تبخلوا علينا بالعجاب والتعليق اسفل الفيديو اشتركوا في القناة